مواجهات متقطعة تبدد حالة الجمود النسبي في جبهة ميدي الجيش الوطني والمقاومة ثابتان على إنجازاتهم العسكرية التي انتهت في تحرير معظم أنحاء المدينة في وقت تستميت فيه الميليشيا في تحقيق اختراق لمواقع الجيش والمقاومة في غضون اليومين الماضيين نفذت الميليشيا محاولة تسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في قلعة القماحية بمدينة ميدي إلا أن مقاتلي الجيش أفشلوا هذه المحاولة التي أسفر عنها سقوط العشرات من عناصر الميليشيا من بينهم أبو علي زهرة مصادر في قيادة المنطقة العسكرية الخامسة أفادت بأن بعض قتل الميليشيا سقطوا أثناء محاولتهم انتشال جثة القياد زهرة من خطوط التماس وهي محاولة بأت بالفشل فيما حال الوضع الخطير في منطقة تواجد جثة الميليشيا دون انتشالها من الطرفين هذه الأسلحة التي تم استعادتها من الميليشيات الانقلابية إضافة إلى ما سبق من التي تم تصويرها في المواقع وهذه أجهزة القيادة المكنة بأبو علي مصادر الميليشيا تحدثت عن أعمال قصف نفذته على شمال صحراء ميدي وسط استمرار عمليات القنص التي تستهدف الجيش الوطني وعناصر من الجيش السوداني المرابطة في هذه الجبهة الأنباء الواردة من ميدي تشير إلى الاستعداد العالي للجيش الوطني في هذه الجبهة لأي مهام عسكرية لكن الجمود لا يزال سيد الموقف على الرغم مما يمثله استكمال السيطرة على مدينة ميدي وارثها من أهمية بالغة على خط استعادة الساحل الغربي في هذه المنطقة من ساحل البحر الأحمر كما في بقية مناطق الساحل الأخرى التي لا تزال تقع تحت سيطرة الإنقلابيين تتواصل عمليات تهريب الأسلحة أمر دفع بالمراقبين إلى إعادة طرح السؤال القديم عن سبب جمود هذه الجبهة على الرغم مما تمثله من أهمية ضمن الاستراتيجية الشاملة لاحتواء الإنقلابيين وهزيمة مشروعهم اشتركوا في القناة